مرحباكم حبيبا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هيعجبكم جدا في قطوات مهمة لتنظيف الشقة في العيد هتبقى سهلة علينا كلنا ان شاء الله ويلا نشوف هوريكم دلوقتي نعمل ايه انا دلوقتي كتبها حاجات يعني ازاي هننضف الشقة فكتبها في كراسة عشان اورع له اول حاجة عندنا تنظيف الشقة احنا عندنا 12 يوم النهاردة 18 سبعة فعندنا 12 يوم يوم وقفت عرفات دوت احنا مش هنحسبه لهو اخر يوم ده مش هنحسبه تمام يبقى احنا كده عندنا كامل يوم عندنا 11 يوم نشوف بقى هنعمل ايه في 11 يوم دول هنقسم كده ال 11 يوم دول هنقسم تنظيف الشقة على 11 يوم بطريقة حلوة جدا وهتعجبكم بامر اللي طيب اول يوم معنا اللي هو غسين نص السجاد هنخسن نص السجاد عشان ما نحسش بتعب السجاد والارهاق ولما مية والكلام ده كله وبالنسبه لما مية تحت السجاد انا في طريقة غسلة بها السجاد حلوة جدا من غلل مية كتير ولا اي حاجة هنزلوكم اللي هي بتاع غسل اسجاد دي حاجة الحاجة التانية بقى اللي هو اليوم الثاني ده هنخسل فيه الستاير هنلمني الستاير ونخسلها كلها بالكامل وننشرها تمام هنجي بقى لليوم الثالث وهو غسيل النص التاني من السجاد هنخسل بقى النص التاني من السجاد وعشان يعني ما نضغطش على نفسنا برضو في تعب السجاد يبقى احنا كده استنائي على يومين. طيب هنجي بقى لليوم الرابع وهو اليوم غسيل المطبخ والسراميك. هنغسل بقى المطبخ ان كان خشب المنتان زي ما هو عندك. هتغسله وهتغسل السراميك بتاع المطبخ كله من فوق لتحت. تمام كده? يبقى احنا كده خلصنا من المطبخ. احنا ما غصلناش اجهزة طبعا في المطبخ ولا اي حاجة. هنجي لليوم الخامس هو غسيل البوتوغاز والتلاجة والفريزر والفرن الكهربائي. ده اليوم الخامس. تمام كده? احنا بنقسم عشان ما نتعبش يا جماعة. بنسهل على نفسنا الدنيا. طيب اليوم السادس بقى هو تطبيق الدولاب غرفة النوم والاطفال. يبقى هنطبق الدولاب بتاعنا بتاع غرفة النوم بتاعتنا ودلاب الاطفال. تمام كده? طيب هنجي بقى لليوم اللي هو السابع ده وهننضف فيه. هيبقى تنظيف وتلميع النيش. تلميع النيش والمراوح والتكيف. يبقى احنا كده اليوم السابع ده هننضف فيه النيش وهننضف الحاجة اللي فيه. وننضف المراوح والتكيف. تمام كده? عنده مراوح تمام ولا عنده تكيف تمام يبقى كده اليوم السابع احنا عارف روها نعمل فيه. طيب هنجي بقى لليوم التامن وهو غسيل الشبابيك والابواب. بالكامل. هنغسسل الشبابيك كلها بالكامل والأبواب ومسح الأساس كله وتلميعه. هنمسح الخشب كله وينلمعه ويبقى كده ايه? احنا خلصنا ايه? من اليوم اللي هو التامن ده? يبقى فيه غسل الشبابيك والأبواب والتلميع بقى بقى بالكامل. طيب هنجي لليوم اللي هو التاسع وهنخسل في الحمام بالكامل. هنخلي الحمام زي الفل بقى. نخسل فيه السرام Johannes من فوق وتحت كده وكل حاجة والحود وكله ونتخل抵 زي الفل. ده اليوم التاسع. طيب هنيجي بقى لليوم العاشر وهنفرش الشقة او هنفرش نص الشقة. هنفرش بقى الغرف وهنفرش الستاير. طبعا الغرف اللي هتفرش هتتقفل. هتيجي بس على النوم. الاولاد هينام او احنا هننام وبعد كده نقوم الصبح نعدل السرائر والدنيا تبقى تمام. خلاص. وبقى كده عشر يوم هنفرش في الغرف النوم اللي السرائر والستاير. وهنلمع الزجاج اللي في القوضة. في القوض عندك. يبقى كده ايه خلصنا من عاشر يوم. طيب هنجي لليوم الحداشر ونفرش نص التاني من الشقة. اللي هو بقى هنمسح الشقة. الجزء اللي فاضل من الشقة مسلا. مش عايزة تمسح القوض في اليوم العاشر ما تمسحش وتمسح الشقة كلها مرة واحدة براحتك. بس انا افضل ان انت تمسح القوض برضك وتقفليها. اه ده في اليوم اللي هو اليوم العاشر ده تمسح في القوض وتقفليها. عادي هي كده كده مش هتتبادل. تمام? واليوم الحداشر بقى هنفرش نص الشقة. اه ونمسح بقى الصولة اللي فاضلنا مسلا وهنعيد على المطبخ كده مسيح. وهنفرش بقى السجات بتاعنا. ويبقى كده احنا خلصنا معينا الشقة. بطريقة سهلة وبسيطة. ويبقى سهلنا على نفسنا لما نقسم الشقة علينا مش هنتعب خلص ولا هنحس بقى اي مجهود. بل بالعكس انا بقى مرتاحين ونحس اللي احنا عملنا حاجة. طيب هنجي بقى لليوم اللي هو الاثناشر دوت واللي انا قلتلكو اليوم دوت هيبقى روحة تمة. الاثناشر اليوم اللي هو الاثناشر دوت هيبقى روحة تمة. يبقى احنا كده خلص خلصنا معينا وهتبقى يوم موقفة عرفات. في مننا اللي بيسوم لعشرة ايام وفي مننا اللي هو بيسوم موقفة عرفات بس. تمام? يبقى احنا كده يوم موقفة عرفات دي هتبقى راحة تمة لينا. هنعمل فطرنا ونفطر وتبقى الدنيا تمام ونسبح بقى اليوم اللي بعده العيد. وكل عام والامة الاسلامية بالف سحة والف خير يا رب. ويعود علينا الايام بخير. وبكده ابقى خلصت معيكم الفيديو ده. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاول مرة يشوف الفيديو ويشوف القناة عندي ياريت يشترك ويفعل الجرس ويعمل سبسكرايب وما تنسوش حباب قلبي طيب عن اللايك. اي حد يشوف الفيديو ياريت يعمله لايك. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم هنزل لكم زي ما قلت لكم. اللينك بتاع غسل السجاد. طريقة حلوة وسهلة وما فيهاش لما ماية كتير. وكل نعم وحضراتكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.